السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي من على المؤمنين بأن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واقبلوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار ونسأل الله أن يدخلنا وإياكم وسائر المسلمين المؤمنين الجنة مع الأفراد إخوتي أحبتي في الله اعلموا أرشدني الله وإياكم إلى هداه ونفعني وإياكم بكتابه وسنة نبيه ورزقنا وإياكم تقواه وحقق لنا ربنا عز وجل مرادنا وأمانينا في حبنا وطاعتنا لربنا وطاعتنا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحبتي في الله ما تعيشه الأمة المسلمة في هذه الأيام في فرحتهم بميلاد النبي لكنهم يعيشون حسرة وكسرة يعيشون جرحا وألما على نبينا وعلى جناب نبينا فيما يتجرأ فيه أو به المتجرؤون على نبينا صلى الله عليه وسلم في الأمس أو بالأمس كان رسام يرسم كاريكاتير مجهول لا قيمة له لكن اليوم أن يتجرأ رجل له وزن عند الناس في الدنيا لكنه والله لا يساوي عند الله جناح بعوضة ولا قدر ولا شأن له بل هو مهان في الدنيا والآخرة ووعد الله حق ووعد الله صدق إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين قال أهل العلم أن من تجرأ على النبي أهانه الله وأذله أهانه الله وأذله كيف؟ كيف تتجرأ على ذات النبي وشرفه؟ والبصير يقول وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظمي فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي قال عنه عسان بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء خلقت مبرأ من كل عيب ومع حبنا وتقديرنا لنبينا وإيماننا ويقيننا في عصمته وعلو شأنه لكننا نعرف أن حق الله أعظم من حق كل أحد حتى نبينا صلى الله عليه وسلم فحق الله مصان وحق النبي مصان ولهذا لما نقول إلا رسول الله يعني إلا رسول الله بعد الله لكن إلا الله لأن الله تعالى يقول أن نشهد أنه لا إله إلا الله فإلا الله في الأول وإلا رسول الله بعد ذلك ولما لم أنتهي في الكلام عن محبة النبي في لقائنا الماضي أردت أن أتمم الكلام في بيان قدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي كانوا يشتقون إلي حتى وهو بين أيديهم وهو معهم كما تقول أم المؤمنين عائشة والحديث قال عنه الإمام أحمد من حقك مسند الإمام أحمد قال رواته روات الصحيح وسنده صحيح أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إنه ثوبان أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله إني لأشتاق إليك فآتي إلى المسجد فأراك فيطمئن قلبي اشتاق إليك فيطمئن قلبي فذكرت الآخرة وأنا لا أصبر على عدم رؤياك انظر إلى من يحب النبي الحب الفطري الحب اللي هو يصل إلى درجة الشوق بل العشق لا يستطيع أن يفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصورون أنه سيرفع من بينهم ولا يرونه أبدا بل كانوا يشتقون إليه ومن اشتاق إليه ما هي إلا لحظة فيذهب إلى رسول الله أو يذهب إلى المسجد فيراه فينشرح صدره ويرتاح فؤاده يقول يا رسول الله أذكرك كان معا في الصلاة لكن لما رجع إلى بيته اشتاق إلى النبي فآتي إليك فأراك فذكرت الآخرة وأنت تكون في عليين مع النبيين وأنا إن دخلت الجنة كنت مع عامة المؤمنين فلا أراك عجيب يفكر في رؤية النبي ويشتاق إليه في حياته وأنا أسأل نفسي وإخواني هل شوقنا وحبنا للنبي وصل إلى هذه الدرجة حد فينا قاعد يغمض عينيه ويفكر كذا ونحن نعرف وصف رسول الله ونعرف صورته كما وصفه لنا أهل العلم في شكله وجماله وطيبه كما يقول عنه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يقول أحدهم رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة قمرا عليه حلة حمرا ليلة قمرا وعليه حلة حمرا فقلت أوجه رسول الله أجمل أم القمر أيهما أجمل كان في نظره وجه النبي أجمل من القمر في ليلة البدر تقول عنه أم سلمة هكذا كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحك أو تبسم كدارة القمر مدور وجه جماله أنا لا أريد أن أفصل في وصف شكل النبي مع جمال شكله الذي لا يضاهى ولا يماثل صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ثوبان فقلت في نفسي فإن دخلت الجنة كنت مع عامة المؤمنين وأنت مع النبيين في عليين فسكت النبي ولم يرد حتى نزل قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الله أكبر كبر ثوبان كبر أنه سيكون مع النبي أسأل الله أن يجعلنا معه هذا ربيعة بن كعب الأسلمي خادم النبي يقول كنت أعد طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صاحب الوضوء يجهز ماء الوضوء للنبي أنا أقول هذا لمن حتى نعرف كيف كان أصحاب النبي يحبون النبي ويجلونه وكيف كان حال النبي في قلوبهم كيف كان شأنه في قلوبهم يقول فأتيت النبي يوما بماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل من سمع ذكر النبي عليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نكثر الصلاة عليه فيها النور هي الوقاية هي الحماية بعد طاعة ربنا وذكر ربنا عز وجل كما قال الرجل للنبي كم أجعل لك من صلاة يا رسول الله قال كلها كلها قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك تكفى همك يكفيك الله الهموم ويرفعه عنه ويغفر ذنبك ويغفر ذنبك فبغفرت الذنوب بصلاة على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال بعض أهل العلم المحبة هي شوق القلوب إلى رؤية المحبوب ربيعة الأسلمي يأتي بوضوء إلى النبي فيقول له رسول الله كأنه يريد أن يكافئه وكان هذا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أن يرد الإحسان بالأحسن هذه عادته قال يا ربيعة سل حاجتك والعايز إيه مقابل الخدمة سل حاجتك سل ما تريد قال أسألك مرافقتك في الجنة الله أكبر أنظر إلى الهمة أنظر إلى الصدق أنظر إلى المحبة والشوق لا يريد أن يفارق رسول الله لا في دنياه ولا في أخرى بل يريد كما رافقه في الدنيا أن يرافقه في الآخرة فقال أسألك مرافقتك في الجنة قال النبي لربيعة أغير ذلك في حاجة ثانية قال هو ذاك لا أريد إلا مرافقتك لا أريد إلا صحبتك لا أريد إلا خدمتك لا أريد إلا أن أراك لا أريد إلا أن أكون معك لا شيء غير هذا قال فأعني على نفسك بكثرة السجود الله أكبر النفس هي التي تحول بين أن يبلغ العبد درجة الصالحين الطامعين في رؤية النبي الأمين بل في رؤية وجه ربنا الكريم النفس هي التي تحول الإنسان أقول إخوتي أحبتي في الله لقد كانت محبة النبي تتمثل في الشوق تتمثل في الطاعة والمتابعة خلاص كلامه حق كما قال ابن القير ورأس الأدب مع النبي كمال التسليم له والإنقياد لأمره والرضى بحكمه ظاهرا وباطنا الرضى بكلامه قال الكفوي في معنى الطاعة هي في معنى طاعة النبي وأطيع الله وأطيع الرسول وقال الله تعالى وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون قال والطاعة هي فعل الأمر ولو ندباه وترك النهي ولو كراهة المؤمن الحق المؤمن المحب للنبي المؤمن المتبع بصدق لرسول الله لا يفرق بين أمر واجب وأمر مندوب ولا بنهي محرم ولا بنهي مكروه بل إذا جاء الأمر من النبي أطاعه وأسرع في تنفيذه وهذه علامة محبة النبي أن تسرع في تنفيذ الأمر مهما كان سواء كان أمرا أو ندبا وأن تسرع في ترك النهي سواء كان محرم تحريما نهي تحريم أو نهي كراهة أن تسرع في طاعة الأمر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه علامة المحبة أن تذب عنه أن تجعل عرضك ومالك فداء للنبي فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقواء من القصص الطويل الكثير التي كنت أريد أن أتكلم عنها قصص المستهزئين بالنبي وعاقبتهم في الدنيا والآخرة قصص الدفاع والذود والصد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة منها ما رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله ابن عباس أن أبا جهل قال هل يعفر محمد وجهه في التراب بين أيديكم بيقول للزعماء والإستهزاء بالنبي أبو جهل أبو لهب حمالة الحطب سوجته أمية بن خلف عقبة بن أبي معيط ابن سنينة كعب بن الأشرف امرأة اسمها عصماء عصماء الخطمية سيأتي ذكرها الأسود ابن عبد ياغوث الزهري الأسود ابن عبد المطلب هؤلاء العاص بن وائل السهمي هؤلاء أشهر من استهزأوا بالنبي كما ذكر أهل السير وهذا الكلام قلته بالتفصيل يعلم ربي يعلم ربي أني أحب وأحرص على أن أتتبع سيرة النبي لا أقول أحداث العام بل أحداث الأيام بل أحداث الساعات والأنفاس وهذا واجب على الجميع أن يعرفوا نبيهم أحواله وأقواله وأعماله وعبادته وزوجاته وبناته وأصحابه وكيف كان يعاملهم وكيف كان يربيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو جهل قال يوماً للملأ من قريش هل يعفر محمد وجهه في التراب بين أيديكم يعني يسجد ويصلي عند الكعبة وأنتم تنظرون إليه قالوا إنه يفعل قال والله أولات والعزة لإن رأيته لأطأن على رقبته برجلي فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان من هديه إذا أتى إلى البيت يطوف ثم يصلي عند البيت صلى الله عليه وسلم فلما رأيه فلما رأاه أبو جهل والملأ من قريش يجلسون وينظرون عليه هيا بطل هتعمل إيه هيا اللي كنت بتحلف إنك هتعمل وتسوي ورين كذا الرجولة فقام أبو جهل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يضع رجله قطعها الله في نار جهنم على رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم زادها الله عزا وشرفا فما لبث أن عاد أبو جهل مسرعا وهو يتقي بيديه شيئا وهو يتقي بيديه شيئا فقالوا له ما لك ما لك قال لما دنوت من محمد إذا بيني وبينه أهوال ونيران أهوال ونيران تمنعني وتصدني وفي رواية أن الله أرسل إليه جملا يفتح فاه لو تقدم لأخذه من رأسه فلما قام النبي من صلاته سألوه قال والله لو دن مني خطوة لتخطفته الملائكة عضوا عضوا أبو جهل قتل في غزوة بدر وأصابه الله عز وجل بداء العدسة حتى ألقاه بنوه وأهله في حفرة ورجموه بالحجارة أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأم جميل حمالة الحطب زوجته وعتيبة ابن أبي لهم لما تجرأوا على النبي كيف كانت عاقبتهم أنا أقول هذا الكلام لماذا أقول لإخواني ولنفسي لا لننام على أن الله سيدافع عن النبي هو سيدافع عن النبي الله قد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم هذا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال له إن كفينك المستهزئين عتيبة ابن أبي لهب كان قد خطب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى وشك أن يتزوج بها تعرفين أبو لهب أبو لهب ده عم النبي أخو أبيه اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب عبد العزة ابن عبد المطلب المرأته أم جميل حمالة الحطب ولده عدب وعتيبة كان قد خطب ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ورقية فلما جاء النبي بالدين قالت أمه أي أم جميل ولد يا عتيبة أنت تتزوج بنت محمد والله ما أنت ولدي هذا فراق بيني وبينك حتى تذهب إلى محمد فتسبه وترد عليه ابنته فذهب عتيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه فسبه وقال وهذه بنتك عندك لا أتزوجها وردها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك خرج أبو لهب في تجارة مع ولده عتيبة إلى الشام ولما جاء وقت النوم قال لبنيه إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد دعا على ولدي دعوة أن يصلط الله عليه كلبا وإن محمد لصادق فانتبهوا لولدي قالوا لما بات القوم ليلتهم جعلوا عتيبة بن أبي لهب على صومعة عالية على مكان عالي حتى لا يصل إليه شيء قال فما لبث أن جاء ذئب يزأر يتشمم الناس تشمم المشركين فلم يجد عتيبة فوجده على الصومعة فقدف إليه وأخذه من رأسه فانتبه أبو لهب فقال قد علمت أن محمدا صادق صلى الله عليه وسلم ودعوته مجابا الأسود بن عبد يغوث كان يزخر من النبي صلى الله عليه وسلم وكلما لقيه في الطريق قال هي يا محمد ما في حديث ما في خبر جاءك من السماء ما في كلام وإذا لقي أصحاب محمد يقول مستهزئا بهم هؤلاء أصحاب محمد الذين يقولون أنهم سيرثون أو سيملكون خزائن كسرى وقيصر قد جاءكم من يملكون خزائن كسرى وقيصر قال فخرج يوما فأصابته صاعقة وكان أبيض أحمر جميل وسيم فأصابته صاعقة من السماء فاسود وجهه فأصبح أسود كمثل الفحمة ومن يومها سمي الأسود بن عبد يغوث عصماء امرأة من بني خطمة كانت تلعن النبي وتسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولها أصماء بنت مروان ولها خادم مسلم وهذا الخادم أوكيل كان عندها مولا لها أعمى قد أسلم وهو عمير الخطمي وكان ينهاها لا تسب رسول الله فتسبه وتزيد فتحرك الإيمان في قلبه وأغطاض فبينما هي نائمة فبينما هي نائمة يوما إذ أخذ مغولا خنجرا وهي نائمة فضربها حتى خرج الخنجر من ظهرها فأصبحت وهم يسألون من قتلها أنت وفي رواية أنه ذهب بعدها ليصلي الفجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله قتلت العصماء اليوم قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نافحت قد نافحت عن رسول الله ودافعت عن رسول الله دمها مهدر لا يتناطح فيها عن زان قال فلما أصبحوا ولم يعلموا من قتلها أخذها بنوها وكانوا عددا كبيرا ستة أو سبعة يدفنونها فمر عليهم عمير الخطمي وقال لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون والله لو قلتم وفعلتم ما فعلت لقتلتكم أو تقتلوني لن أسكت عن عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس معنى هذا أن لكل أحد أن يقتل أبدا لا نقول هذا بل هذا كان في زمن النبي كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كعب بن الأشرف من لي بكعب بن الأشرف فقد آذاني وقال عن خالد الهذلي أيضا من لي بخالد بن سفيان الهذلي فقام عبد الله بن أنيس إليه فقتله كان كل هذا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكننا نقول ندفع عن النبي ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بطاعته وبيان قدره وتعظيم شأنه باتباع أمره بتعظيم كلامه فكلامه المأثور في الرفعة ككلامه المسموع من لفظه منزلة كلام النبي بعد موته كمنزلة كلام النبي وهو حي كيف كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم بين يدي رسول الله كانوا يخضعون لكلامه ويسمعون أمره ويطيعونه من غير إعمال عقل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى يطيعوه من أعجب ما تسمع ونتعلم جميعا كيف كانوا يطيعون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجالاً ونساء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي اتخذ خاتماً من ذهب وجعل فصه إلى كفه صلى الله عليه وسلم النبي اتخذ خاتماً من ذهب وجعل فصه إلى كفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاتخذ الناس خواتيم الذهب قبل أن يحرم الله لبس الذهب على الرجال قلت اليوم ماذا يفعل كثير من المسلمين قال فنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرمة لبس الذهب على الرجال فخارج رسول الله على أصحابه ونزع خاتمه صلى الله عليه وسلم بس نزع الخاتم فنزع أصحاب النبي خواتيمهم طاعة هو ده علامة المحبة هو ده علامة تعظيم شأن النبي من رآهم من أعداء الإسلام رأوا كيف كانوا يحبون الرسول ويطيعونه رأى عروة بن مسعود الثقفي قال أتيت كسر وقيسر وملوك العرب فما رأيت أحداً يعظم أحداً كما يعظم أصحاب محمد محمد والله ما توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم إلا تسابق إلى وضوئه وما تكلم النبي كلمة إلا غضوا رؤوسهم عنده إعظاماً لشأنه وما تنخم نخامه إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه أو ما وصلت إليه يده شأن النبي هو ذا اللي رآه عروة بن مسعود لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى هذه الأحوال رجع إلى قريش وقال لهم مش انتوا بعدتوني أرسلتوني إلى النبي أقول لكم أطيعوا هذا الرجل وتحالفوا معه وتركوه وتجنبوا حربه فإني والله رأيت رجلاً يجله أصحابه ويعظمونه ما رأيت قوماً يعظمون ملوكهم كما يفعل أصحاب محمد مع محمد اسمع قال فرأى النبي رجلاً صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يديه خاتم من ذهب إما إن الرجل لم ينفذ الأمر تأخر في تنفيذ الأمر تباطأ أو قال كما يقول بعض الناس إذا رأيت رجلاً يلبس خاتماً من ذهب قد حرم الله الذهب على الرجال يقول لي يا عم يا ده كلام إيه اللي فيها حرام دي لما لبس خاتم من ذهب واحد يقول لك أصلاً أحياناً ببقى على سفر وممكن أحتاج فلوس فأبيعه وكمان أنا عمل احتياطي يعني ككنز محطوط طيب ما تكنزه في بيتك لما تلبسه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله حرم الذهب والحرير على الرجال من أمتي لكن على النساء يلبسن كما يحبون أو تحب المرأة قال فلقي النبي رجلاً وفي يدي خاتم من ذهب فأخذه النبي فنزعه وألقاه وقال إن أحدكم لا يعمد إلى جمرة من النار فيجعلها في أصبعه وأخذ النبي الخاتم وألقاه فلما مضى النبي قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للرجل خذ الخاتم فبعه وانتفع بثمنه قال لا والله ما آخذوه شيئاً ألقاه رسول الله هو ذا الطاعة هي ذا الطاعة تب تعالوا نشوف كذا مثل في النساء في الطاعة كيف كان النساء يطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعاً أنا قلت كثير جداً وفي كل حلقاتي كنت أروي لهم لكم ما كانت تفعله المرأة إذا سمعت كلام النبي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعنا على أن لا نشرك به شيئاً قال وفي ختام البيعة ولا نلطم خداً ولا نشك جيباً ولا ندعو بدعوة الجاهلية فما لطمت مرأة خدها بعد ذلك أبداً ممن حضرنا البيعة ما وفت إلا قليل من النساء وفينا وأطعنا لكن تعالوا على واحدة في السمع والطاعة فاطمة بن تقيس تأيمت ومات عنها زوجها فخطبها أبو الجهم وخطبها معاوية فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول يا رسول الله من أنكح؟ من أتزوج؟ خطبني أبو الجهم وخطبني معاوية فقال لها أنكحي أسامة تزوجي أسامة ففعلت بيدها هكذا وقالت يا رسول الله أسامة أسامة وأسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله وأسامة بن زيد ابن حاضنة النبي برك أم أيمن أسامة بن زيد بن حارثة وكان أسود ولا يعيبه أنه أسود فقالت يا رسول الله أسامة تقول لي ما تتزوجيش أبو الجهم ولا معاوية بن أبي سفيان سيد بن أمية وتزوج أسامة قال يا فاطمة طاعة الله وطاعة رسوله خير لك قالت فتزوجت أسامة فاغتبطت به فاتح الله عليها أسعدها الله في الدنيا والآخرة لما أطاعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يطيعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمجرد النظرة بمجرد الإشارة مش بالأمر الصريح بس لا كانوا يطيعون بالأمر الصريح وبالفعل مجرد ما يره رسول الله يفعل شيئا يطيعون أقول لكم من أعجب ما تسمع من من إجلالهم لكلام النبي أنا ليه بقول الكلام ده بقول والله لو أننا فعلنا ما كان يفعل أصحاب النبي ما تجرأ أحدا على النبي لو أن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربة تخلقوا بأخلاق رسول الله وأجلوا رسول الله ووقروا رسول الله وعظموا رسول الله وأطاعوا رسول الله لرأى العالم منا شيئا آخر على الإطلاق كان يتغير حال العالم وجهه هيسلموا غزبا عنه والله يفعلون هذا خوفا على أنفسهم اللي بيتجرأ على النبي يعلم أنه بحق صادق وأنه أمين وأنه صاحب خلق عظيم وهو يفعل هذا خوفا على ملكه أو على سلطانه أو على باطله وضلاله من الذين يتجرأون على دين الإسلام من ملتنا ومن جلدتنا ومن من يتكلمون بألسنتنا ومن من يعيشون بيننا وربما يزعمون أنهم مسلمون وأنه يصلون ويصومون ولكنهم يتجرأون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يخافون على أموالهم وعلى مراتبهم وعلى منازلهم لأنهم لا يقتدون بالنبي حقا ولا يؤمنون بالنبي صدقا إنما هو الدعاء كاذب إلى أعجب ما تسمع في عجائب الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لكعب بن مالك دين عند رجل من المسلمين أظن أبو محذورة كان لكعب دين عنده فلقيه كعب وقال له أين ما عندك من مال وارتفعت أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن كل ما لقي كعب الذي عليه الدين يقول له الأسبوع الجيء الشهر الجيء فلما لقيه كعب في مسجد النبي اغطاض وقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم أين أين ما عليك من مال وارتفعت أصواتهما والنبي في حجرته وسمع الصياح سمع الأصوات فرفع النبي الخباء صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال 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 كان ألف خلاهم خمسمائة مجرد ما قال له يا كعب بن مالك بس ضع حتى ما قالش ضع قال يا كعب بن مالك هكذا ففهم يا كعب إنه ينزل المبلغ إلى النص ثم قال لأبي برثة الأسلمين أبي برثة الذي كان له الديني قال وأنت يا أبا برثة أدي له ما علي فقال سمعنا وأطال إحنا بنعمل كذا نحن نادي علينا المؤذن خمس مرات ولا نطيع نسمع كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نطيع أسأل ربي أن يرزقني وإياكم حسن السمع وحسن الطاعة وأن يرينا في من يتعدى على حرمة نبينا أن يرينا فيهم آية حتى يكونوا عبرة اللهم سود وجهه كما سودت وجهه الأسود بن عبد يغوث اللهم سود وجهه واقطع لسانه وعط الأركانه وأرنا فيه آية من يتجرأ على نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أدباع نبيك ومن أحباب نبيك ومن العاملين بهدي نبيك اللهم اختم لنا بخاتمة الإيمان واجمعنا بنبينا النبي العدنان عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأسكى السلام أصلح يا رب بلدنا مصرنا وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل يا رب الدنيا بين أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وعلى الصلاة على نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعنا يا ربنا على طاعتك وحسن الاقتداء بنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم أكرمنا بتقواك وأسعدنا بلقياك ورؤياك اللهم اجمعنا بنبيك ومصطفاك وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته